هذا وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسة الاعتيادية المنعقدة اليوم على تعديل سعر بيع وقود البنزين بنوعية الجيد والممتاز وذلك بناء على توصية اللجنة التنسيقية كما ورد في مذكرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبموجب هذا القرار فإن أسعار وقود البنزين الممتاز ستصبح مئة وستين فلسا للتر الواحد ووقود الجيد مئة وخمسة وعشرين فلسا للتر الواحد وسيتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتبارا من يوم غد الثلاثة وفي تعليقات صحفية لوزير الطاقة دلتور عبد الحسين بن علي ميرزا قال إن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل التراجع غير المسبوق لأسعار النفط حيث سجلت أسعار النفط انخفاضا تجاوز ستين في المئة من قيمة برميل النفط ممن عكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة وأضاف أن هذا القرار يهدف بالمحصلة النهائية إلى تخفيض العجوزات المالية وبالتالي الحد من الاقتراض وقال سعادته إن كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبدون استثناء قد اتخذت أو في طريقها إلى اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية وذلك في محاولة من هذه الدول لتخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع ومحاولة تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار العالمية السائدة وكشف الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة في تصريحاته إلى أن أسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص وقود البنزين القازولين لم تتغير منذ حوالي 33 عاما وتحديدا منذ العام 1983 وقال إن هذه تعديلات السعرية سوف تقرب الأسعار إلى ما هو سائد في العديد من دول مجلس التعاون وبيّن وزير الطاقة أن تعديل الأسعار سوف يساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك هذا المصدر من الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة مما يترتب عليه عوامل إيجابية من النواحي الاقتصالية والبيئية اشتركوا في القناة